أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمع أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام برفع مستوى الأئمة وفتح باب الدراسات العليا لتشجيعهم كما شدد وزير الأوقاف خلال حضوره الندوة التثقفية للأئمة بمدرية أوقاف أسوان أنه سيتم فتح باب التسجيل لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه وأن الوزارة ستتحمل 50% من التكاليف فيما ستتحمل جامعة أسوان 50% الأخرى وذلك لرفع الثقافة والوعي والانفتاح على المجتمع شكرا